محافظة مأرب وخصوصا في محيط المدينة تتواجد أكثر من 180 مخيما من مخيمات النزوح حسب إحصائية للوحدات التنفيذية لإدارة مخيمات النزوح الخاصة بمحافظة مأرب هذه المخيمات تتعرض لموجة رياح شديدة مصحوبة بالأتربة نتج عنها إصابات في صفوف المواطنين وخصوصا الأطفال والنساء المصابين بالأمراض الصدرية هنا في المخيمات تزداد المعاناة مع دخول أيضا فصل الصيف واشتداد حرارة الأجواء هنا في محافظة مأرب في هذا المخيم مخيم سائلة الميل نتواجد اليوم ومعنا مدير المخيم سالم شيبان سيحدثنا عن تفاصيل أحداث الأيام السابقة التي أدت إلى تدمير عدد من المساكن الخاصة بالمواطنين ماذا حدث بالضبط في الأيام السابقة؟ حدث في الأيام السابقة تعرض بعض المنازل المواطنين إلى خراب كلي وبعضها خراب جزئي وبعض الساكنين المخيم عندهم أمراض مزمنة مثل الصدر مثلاً اللي عنده ربو ولا تحسس هذه أثرت عليهم هذه الرياح بالإضافة إلى التأثير الذي أثر على منازلهم الواهي الذي متعبه من كثرة الوقت جاءت الرياح هذه وعطلت عليهم إلى الآن الوحدة التنفيذية طلبوا مننا رفع ونحن في قيد الرفع لهم إن شاء الله يقوموا بواجبهم يعني أنه ليس هناك أي تدخلات حتى الآن خصوصاً للأسر التي دمرت منازلها وعددها 50 أسرة في السويداء وعدد من الأسر هنا في مخيم سائلة الميل إلى الآن لم يتم تعويض المتضررين لكن نحن بصدد الرفع إلى الوحدة التنفيذية وإن شاء الله أملنا فيهم الخير الرفع إلى جهات المختصة والدعمة لتعويضهم ما هي أهم الاحتياجات التي لازلتم بحاجتها في هذه المخيمات؟ منها المعوى والإيواء بالإضافة إلى المساعدات النقدية والغذاء وإلى جانب الصحة والتربية إذن هي احتياجات مستمرة يظل النازحون بحاجتها نتيجة المعاناة المستمرة في هذه المخيمات الهشة والتي لا تواجه حرارة الأجواء ولا برودة فصل الشتاء معاناة مستمرة يعانوها النازحون هنا في مخيمات النزوح المحيطة بمدينة مأرب دون أي تدخلات حتى الآن محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مخيم سائلة الميل مأرب ترجمة نانسي قنقر